معنا من باريس الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور جون بير ميلالي دكتور جون بير أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية لماذا ليس هناك على الأقل هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم هذا التصعيد الخطير وأعداد الضحايا الكبير جدا هذا صحيح مساء الخير صحيحا الخبر العاجل الذي قدمته هو لا يدعو إلى التفاؤل لأن الموقف الأمريكي حازم ولا تطلب الولايات المتحدة مقابل تسليم الأموال والأسلحة لإسرائيل بكرام من صحة التعبير لا تطلب شيئا كان هناك تصريح لوزيرة الخارجية بلينكين بعد قمة توكيو كان يسمح بتفكير لموقف أكثر صرامة وجدية للولايات المتحدة إذ قال بلينكين أن يحدد هذا ما يكون مستقبل غزة ولكن تصريح بايدن جعل هذا الموقف عذرني سيد جون بايدن على ذكر تصريح الرئيس بايدن هناك المزيد من الأخبار العجلة نتابعها الآن معكم على شاشة سكاينيوز عربية صادرة عن البيت الأبيض إذن بعدما قال الرئيس بايدن أنه لا توجد إمكانية لوقف إطلاق النار في غزة البيت الأبيض سيتحدث عن السماح للمدنيين في غزة بالفرار من المعارك عبر ممرين إنسانيين يقول البيت الأبيض إسرائيل ستسمح للمدنيين في غزة من الفرار عبر ممرين وهذا لمدة أربع ساعات يوميا من شمال قطاع غزة هذه آخر التحديثات من البيت الأبيض سيد جون بير ولكن عمليا سكان شمال القطاع هم يفرون من هذه المعارك والقصف الشديد من قطاع غزة منذ أيام ونشاهد أعدادا كبيرة منهم فهل تعتقد أن هذه المسألة تغير شيئا من حجم المعاناة التي يعاني منها سكان قطاع غزة للأسف لا أظن ذلك لأن هذا كان ما يطلبه إسرائيل وما منع هذا الفرار ما منع الخصائر البشرية الضخمة هناك خبر تسرب كذلك في الجرائد الأمريكية عن مشاورات بين حماس وإسرائيل وقتر للإفراج عن الرهائن وقد يكون هذه فرصة لوقفة إطلاق النار لمدة ربما بضعة أيام على كل حال كان النهار قد بدأ بحدث مهم في باريس وهو القمة الإنسانية التي نظمتها فرنسا لأن أولا سمح بسماع مثلا الرئيس الوزراء الفلسطيني محمد جتيه بخطاب بليغ عن معاناة الشعب الفلسطيني ثانيا عن اقتراحات عملية وملموسة منها مستشفى عائم إيطالي يتجه نحو غزة ومنها كذلك لأن أحيانا ينسى هذا الجانب اقتراح قبرسي مفصل عن تمديد الإغاثة عن طريق البحر يعني بحرا فهذه المقتراحات العملية خير من بعض الخطابات الرنانة للوصول إلى حال وربما كان كذلك الموقف للرئيس الوزراء ولكن سيد جون بيار قد يتساءل المستمع لهذا الكلام يعني عن المستشفيات العالمة والجسور الإغاثية وطبعا التنديد بسقوط الضحايا المدنيين هناك حل أسهل وقف القصف عن غزة أو وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل لماذا لا تقوم فرنسا والدول الأوروبية وغيرها بإيقاف القصف وبالتالي هذا هو الحل الأسهل هناك الوضع الذي خلق في الأيام الأخيرة وهو وضع مأساوي من الجانب الإنساني والأمني وعلى كل حال لابد من معالجته بسرعة أما فيما يخص إطلاق النار الأمر بين أيدي القوة العظمى بكل صراحة هي التي مثلما ذكرت مولت وساعدت بالأسلحة إسرائيل والتي دعمت إسرائيل بإرسال البوارج إلى المنطقة وكنا نتمنى أن كلام بلينكن يفتح بابا لتحديد المرحلة الثالثة ولكن هناك خيبة أمال بهذا التصريح الذي ذكرتمه عن الرئيس بايدن الرئيس الفرنسي من جهته ذكر أن هناك ثلاثة أعمدة للأزمة أولا العمود الإنساني ثانيا العمود الأمني مع مكافحة الإرهاب وثالثا الحال السياسي وعاد وعبر أكثر من ناطق الصباح اليوم في الإليزي عن ضرورة حال الدولتين ولا يوجد حال آخر لهذه الأزمة مع العلم أن الاستطان في الدفة الغربية يبعد في كل يوم هذا الحال من ناحية العملية نعم طيب ولكن في حال ما إذا استمر تفاقم الوضع الإنساني بهذا الشكل يعني رغم هذه الحلول التي ربما قد توصف بالترقيعية يعني أنه في مقابل عدم وقف إطلاق النار برأيك إلى أي حد يمكن أن يشكل حجم المأساة وأعداد الضحايا الكبيرة ضغطا على الدول الغربية وعلى الولايات المتحدة بالتحديد يعني من حيث المبدأ كان لابد أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل معتدل أكثر لأن مثل ما ذكرت المساعدة يمكنها أن تعتمد على مقابل وحتى الآن السياسة نيتانياهو لم تقبل بتعبيس أو بعبس من الرئيس الأمريكي الذي سمح لنيتانياهو أن يفعل ما يشاء وتكلمنا قبل قليل عن مسألة التهجير هذه الألوف من الفلسطينيين الذين يغادرون شمال القطاع هل سيعودون بسلامة؟ هناك نقطة استفهام ضخمة بهذا الخصوص فهناك تبادل الأدوار بين بلينكون من جهة وهو ديبلوماسي محترم والرئيس بايدن الذي لم يعبر بكل وضوح عن الحدود الدرورية للعملية الإسرائيلية نعود فقط ونذكر بهذه الأخبار العاجلة لأنه تبدو لافتة مرة أخرى حتى نجمل إذن هذه الأخبار العاجلة البيت الأبيض يتحدث بأن إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية ولكن لمدة أربع ساعات فقط يوميا في شمال قطاع غزة للسماح للمدنيين بالفرار من شمال القطاع إلى جنوبه البيت الأبيض يريد استمرار فترات توقف القتال اليومية بقدر ما تكون هناك حاجة لها نقلا عن جون كيربي طبعا قبل ذلك كان الرئيس بايدن قال أنه لا توجد إمكانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والبيت الأبيض يعتقد أن هذه الفترات لتوقف القتال في غزة هي خطوة على المسار الصحيح سيد جون بير لا أعلم فترة أربع ساعات من وقف القتال فقط للسماح للمدنيين بالفرار من شمال غزة هل يمكن التأسيس عليها حقا لتتسع ومتى وفق أي شرط يمكن أن تتوسع هذه الهدنة من ساعات إلى أكثر حتى الآن ما زالت هذه المرحلة الأولى مبهمة لأن لا نفهم حقيقة إذا كانت من دمن الخطة الإسرائيلية أو كانت تعارضها فلذلك لننتظر إذا كانت هذه المرحلة مفيدة أم لا ولكن هناك شكوك وظنون ماذا تقصد؟ لا يمكن الركون لا يمكن الوثوق في مسألة هذه الهدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة؟ هي خطوة أولى ولكن هل هي كافية؟ كلا فلو كان هناك تخطيط لهدن متتالية لكان الأمر أحسن إذن شكرا جزيلا لك دكتور جون بير ميلالي أنتم البحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية كنتم معنا من باريس شكرا جزيلا لك